موسيقى حبابي قلبي طلاب بقسيني رون في كل مكان اهلا بكم معاكم مستر محمد سعيل ولنقوم نوردة بشرح اخر حلقة من منهج الجومتري اتمنى ان انا تكون اكون طول الترم موافق واتمنى ان انا تكون غطيت معاكم المنهج واتمنى ان انتو تكون ان شاء الله موافقين في الامتحان بتاعكم بإذن الله في الترم ده او الترم الجاية او السن الجاية كلها عايزين نعمل اول حاجة ان هنا نصل على النبي قبل ما نخش نعمل اي حاجة الدرسين النهاردة شبابي من ضمن الدروس اليها سهلة جدا بس محتاجة من هنا تركيز ومن ضمن الدروس اليها بتيجي عليها مسائل كتير جدا في الامتحان فعايزين كل الناس تركز معايا كده ونشوف درسنا بيتكلم على ايه وهنبدأ نتعامل مع اللي قدامنا ده ازاي يلا بينا حبيب البي بص يا حبيب البي احنا دلوقتي عندنا اه او قانونين بصفة عامة اه القانون الاول بيتطبق لو انت معاك فيه معينة موجودة للسيركل يعني ايه الكلام ده حضرتك مثلا على سبيل المثال انت معاك سيركل السنتر بتاعها هنا مثلا ومعاك فيه هنا بوينت حيث البوينت ايه دي موجودة اوتسايد اوتسايد للسيركل ففيه هنا قانون او فيه هنا قاعدة العلماء بتوع الماس اكتشفوها بيقولي لو انا عايز اوجد هذه القوة حاجة اسمها باور باور اللي هي قوة النقطة اه بالنسبة لي دايرة معينة او بالنسبة لي سيركل معينة يعني مثلا على سبيل المثال فيه بوينت مثلا موجودة اوتسايد الارث او الكرة الارضية بتاعتنا فدي بيكون لها قوة القوة دي العلماء بتوع الماس او الفيزيكس خلي بالك في نفس الوقت اكتشفوا ان دا لي قانون ان انا عشان اوجد قوة نقطة خارج السيركل او قوة النقطة داخل السيركل دي لها قانون ودي لها قانون او دي لها سيستم ودي لها سيستم المهم القانون بتاع حضرتك بمنطقة البساطة بيقول كده ان لو انا عايز اجيب حاجة اسمها باور باور ام اوف زا بوينت ايه يعني قوة النقطة ايه بالنسبة للسيركل اللي هي اسمها ام القانون دا بيقول ان انا بامسك البعد بامسك البعد ما بين النقطة دي وما بين السيركل ارو اعملها سكوير ثم ماينس بقى الراديوس سكوير باش فمسلا دا اجزامبل مديني هنا ان المسافة ما بين النقطة دي والسنتر سيفن سنتيمتر والراديوس دا فايف سنتيمتر فانا هنا مسلا على سبيل المساب هقوله ان انا ممكن اوجد باور ام اوف زا بوينت ايه يعني قوة النقطة ايه بالنسبة للسيركل ام هكون عبارة عن سيفن سكوير ماينس الفايف سكوير بس وانا احسابها تطلع زيان ما تطلع في الاخر طيب دا شيء اعظيم جدا تعالوا نشوف مع بعض الجزء اللي بعده هيتكلم عليه الجزء اللي بعده كده حيبقى لبي بيقولك ان الباور ام اوف زا بوينت ايه دي بيبقى معاليها تلات احتمال انها يكون جريتر زان زيرو ولو هي لو قوة النقطة دي تحديدا بقيمة معانا اكبر من الزيرو يبقى النقطة دي تحديدا لازم تكون اوتسايد للسيركل طيب لو قوة النقطة دي لقيتها ان هي ايكوال زيرو بالزبط ساعتها هلاقي ان الاي دي لايز اون سيركل طيب انا لو لقيت بقى حبيب قلبي ان القيمة دي اللي هو باور ام اوف زا بوينت ايه لقيتها بقيمة معينة بحيث ان هي يكون لزا زيرو يعني قيمة بالنجاتف بمعنى صح ساعتها لازم الاي دي تبقى لايز انسايد سيركل لازم تبقى موجودة بداخل السيركل ففي هنا ثري اكزامبلز هنحلوهم سريعا يعني بيقول لي هنا الام دي سنتر الديامتر بتاعك بتويلف انا مليش دعو بالديامتر انا ليه دعوة بالريديس يبقى الريديس هنا يصبح سيكس سنتيمتر and the a is a point lies on its plane determine the position of the point a يعني موجودة outside ولا inside ولا on the circle طيب بص حبيب قلبي انت ميديك قوة النقطة دي لو كانت بثرتين هو الطبيعي انا معي قانون power m of the point a كان بيقول لي مستر m a square minus radius square وبالتالي الم اي الم اي انا ما عرفهش احسبها دلوقتي اهي اللي هو المسافة ما بين النقطة والسنتر minus radius square لو سيكس سكوار طبعا هو ال power هنا بقيمة اسمها ثرتين طيب يعني دي هتراهنها حتاني يبقى ثرتين بلاس ثيرتي سيكس وهي دي منس اه ثيرتي سيكس هتراهنها حتاني يبقى بلاس ثيرتي سيكس equals ال m square بالشكل اللي قدامك دا كده طيب الاتنين دول مع بعض هيديك حاجة اسمها فورتي ناين يعني ال m square بتاعتك بفورتي ناين الباور طيب يروح بالسكوار وتيبقى ال m a اللي هو عبارة عن سكوار روت للفورتي ناين فيديك ان ال m a بتاعتك حبيب قلبي في الآخر خالص بسفن بسفن سنتيمتر طيب دا يؤدي ليه بقى مدام ال m a بقيمة معينة اكبر من radius يبواضح جدا ان ال point اللي اسمها ايه بتقع outside outside للسيركل طب هنا بيقولك ان دي بزيرو هو الطبيعي برضو مدام بزيرو دا تقع اونسيركل بس تعانس بدي يعني اه power m of the point a هطبق القانون دا اللي هو عبارة عن ال m a square minus radius square خلي بالك هو مش شرط يكون ايه ممكن يكون حاجة تانية جريل ايه احنا ممكن واحد يقول لي يا مستر مانا مدتش في الامتحان ايه احنا ممكن تبقى بي ممكن تبقى سي ممكن تبقى اكس اي حرف احنا المهم انه m a square انا ما عرفهوش طيب minus radius square اللي هو six square وال m a هنا حاليا بزيرو جميل طب ما ايدي هتروني انا عالتانية يبقى انت معاك ان دي 36 equal m a all square هتروح يبقى بتاع 36 يروح مديك m a طب لما ال m ايه بتاعتك هتدي هنا ب6 سنتيمتر اللي هي نفس ال radius برضو ب6 سنتيمتر خلاص يبقى وضح جدا ان ال ايه هنا بتقع on السيركل بتقع على الخط بتاع السيركل نفسه تحديدا يعني power m of the point a هكون عبارة عن m a square minus radius square جميل دي بقيمة اسمها negative eleven. والم ايه سكوير ما عرفهوش. ماينس ريديس سكوير اللي هو سكس سكوير. طيب ما دي هتجي هنا. يبقى negative eleven plus 36 هيبقى equals ال m a square طيب. المفروض دي هتديك حاجة اسمها يعني دي عبارة عن م ايه سكوير هنا بتاعت حضرتك بتويني فايف. طب يبقى ال m ايه? اللي هو السكوير روت ليه? التويني فايف. فالمفروض الاجابة هتديك 5 سنتيمتر. طيب ماينما دام 5 سنتيمتر يعني اقل من يبقى بتقع inside. يبقى ايه هنا في الوضع ده تقع inside للسيركل. طيب. الجزء اللي بعد كده حيبقى لبي اه حاجة او قانون مهم جدا معانا. ايه هو القانون ده? بص حيبقى لبي. احنا دلوقتي مع بعض يعني. كنا احنا اخدنا قانون في الدروس الابل كده. ايه القانون ده? بتقول لي مستر انا لما كان معاه ده تانجنت. ومعاه من البوينت اللي هي اوتسايد للسيركل دي. عملت ليها خط. بحيس ان هو عمل انترساكت للسيركل. عندي بالشكل ده. او حتى يعني ممكن تطبق الموضوع ده برضو لو كان كده. ماشي? ده تانجنت هو مسلا عندي دي. وهنا ايه برضو? وهي كده مسلا. عندي هنا مسلا بي وعند هنا سي. ماشي? فكنا احنا بنستنتج ايه سواء هنا او هنا. كنا بنستنتج انه هذا التانجنت هذا التانجنت سكوار اللي هو ايه دي سكوار كان بيكون القطعة اللي اسمها كلها. ده اللي انا كنت بستنتجه. من حاجات انت مفروض انا شرحته لك قبل كده? طيب جميل يا مستر الموضوع ده. انا دلوقتي لما اجي مسلا. اطلع حاجة اسمها باور اوف زا بوينت اي. بص ركز معي. باور ام اوف زا بوينت اي. على حسب تطبيق للكانون. فوجي قللي البعد ما بين النقطة دي تحديدا. طيب. البعد ما بين هذين نقطة. والسنتر هي كده كده اسمها ام اي. طيب يبقى اي دي اهو? ام اي سكوار ماينس ماينس مين بقى? خلي بالك. طب بص انا اقول لك الحاجة حلو. دي اصلا تعتبر اهو. يبقى ديها تتكتب ام بلاس الار مرة. ثم ام اي ماينس الار مرة. طب بص احيقاد. لما انت يكون معاك ام اي ده تزود عليه ريديوس. فهيديك اي كلها. يبقى البراكت ده بيعبر عن ال اي سي. الام اي لما تشيل منه ريديوس هديك الحتة الصغنالة دي. اللي هي اسمها اي بي. يعني في الاخر ادينا اي بي. اللي هو مين بقى? اللي هو حاجة اسمها ايه ده? ثانية واحدة كده مستر. ده ده البوكس ده. هو هو البوكس ده. او هو هو يعني ده اي بي طايم اي سي اي كوال حاجة معانا. واي بي طايم اي سي اي اي كوال حاجة معانا. طب ما انا عسننتك كده ده. ان الباور ام اوف زو بوينت اي في الحالة اللي قدام حضرتك دي. هكون عبارة عن اي كوالز ال اي دي سكوير. طب يعني معنى كده ان لو جيت خط بتاع الباور ام اوف زو بوينت اي هيروح مديني ال اي دي دايريكت. مباشرة بهذا الشكل. ده اللي انا عايز اوضحه هنا حبيب قلبي في الموضوع اللي قدامك ده. يبقى دي نقطة مهمة جدا ناخد بالنا منها. طيب ايه تانية يا مستر? خلينا نور ببقى شباب اللي انا اتكلمته ده باجزامبل بسيط. هو مسلا مديني رسمة في بالشكل ده وبيقولي عايز باور اوف زا بوينت اي. دي انت ممكن تجيبها بطريقتين. الطريقة الاولى اللي هي باور ام اوف زا بوينت اي انك تطبق القانون اللي هو ام اي سكوير ماينس ريديس سكوير. فهتكون عبارة عن الام اي انه هو مفروض هنا بتن يعني معناها تن سكوير ماينس ريديس سكوير اللي هو عبارة عن سكس سكوير. فالعجابة بتاعت حضرتك هتديك سكستي فور. ماشي? ممكن نجيبها بطريقة تانية ازاي? انا معايا قانون بيقول انه ال اي دي سكوير كانت عبارة عن ال اي بي تايمز ال اي سي كلها. صح? يعني معنى كده ان انا هقوله الفور اللي هو ال اي بي تايمز ال اي سي كلها اللي هي مفروض سكستين. وبالتالي بقى دي عبارة عن حاجة اسمها سكستي فور برضو. اللي هو اي دي اول سكوير. واحنا متفقين. ان في الحالة دي بي باور ام اف زو بوينت اي هي هي ال اي سكوير في حالة وفي حالة ان ده بيعمل انترسيكت للسيركل عند تو بوينت. فسواء حالتها بالطرقة دي او سواء حالتها بالطرقة دي كده كده الباور ام اف زو بوينت اي بقيمة قادرها سكستي فورش. طيب. انا زي ما انا قلت دلقات يا شباب انه ال اي دي سكوير هي مفروض ايكوال ال اي بي تايم ال اي سي وفي نفس الوقت ده لاني هنا عايز اوضاهه يعني. فتعالا مع بعض كده حبيب القلبي نشوف ده هنبدأ نتعمل معه زي. هو بيقولك انت معك سيركل ام طيب خلينا كده نرسم. السيركل بتاعتنا. السنتر بتاحها اسمه ام. اوكي. اتس ريديس لانس بثري سنتيمتر. يعني ريديس بتاعي بثري ماشي مع علينا. فيه بوينت ايه؟ اوتسايد. فيه بوينت لا هي معها ما حديد ليش. بوينت ازا بوينت اه ات دستانس سنتيمتر فروم اتس سنتر. اه خلي بالك. يبقى بيبعد مسافة سيفن سنتيمتر عن السنتر. يعني ده معنى انه اكبر من ريديس بكتير. يبقى واضح جدا ان ال بوينت بتاعي بتاعتي موجودة اوتسايد للسيركل. ماشي. هو بيقول لي بيبعد مسافة اديها حبيب قلبي بيبعد مسافة سيفن سنتيمتر عن عن السنتر. يعني القطع دي كلها كده على بعض بص. هو ما دام قالك ان ريديوس بتاعك بثري. فالقطع دي مثلا بثري. والقطع دي مثلا هتبقى فور. لان هو كده كده معي ده ريديوس بثري. ومعي ان المسافة ما بين النقطة دي تحتيه ده والسنتر المسافة كلها سيفن. فهتتقسم طبعا لثري وفور زي ما انت شايف كده. لان ريديوس بثري بل حتة المتبقية من السيفن. عيبا سيفن بصلا. بيقول لك من النقطة ايه? اترسم بحيس ان هو يعمل للسيركل عند طو بوينت سي و دي. يعني انا مسلا رسمت حاجة زي كده. هيعمل للسيركل عند طو بوينت سي و دي. ما نستعجلش في حط سي و دي. بيقولي سي بيلونج لي ال اي دي. والسي اي بتاعتك بفايف. ماشي. كالكليت زا لنس اوف زا كورد سي دي. طيب انا مسلا لو انا افترض حطيت هنا سي وحطيت هنا دي. بالشكل قدامك ده كده. هو بيقولك انه بفايف سنتيمتر. يعني القطع دي كده. بفايف سنتيمتر. ماشي. بيقولك الكليت بقى الكورد اللي هو اسمه سي دي. يعني انا عايز احسب السي دي ده تحديدا هيبقى بكام اصلا بالزبط يعني. طبعا دي ممكن تتحل اصلا بعيدا عن الباور خالص. بعيدا عن موضوع الباور اصلا. طيب ان هو ممكن انا اصلا معاه قانون بيقول مما من ده موجودة وعملت مع السيركل. فاحنا ممكن نعمل حركة حلوة قوي نستخدم حاجة احنا خدناها قبل كده. ايه هي? ممكن انك تعمل دي فيبقى القطع دي برضو بثري سنتيمتر. واتطبق القانون اللي انت درسته اصلا قبل كده. لو بيقولك ايه? بيقول لها مستر انه ايه سي. طايمز ال اي دي كلها كانت ايكولز ال اي بص وليكن انا سميت دي بي وسميت دي يا سي دي اي. مسلا يعني كانت ايكول ال اي بي طايمز ال اي كلها. بهذا الشكل. وبالتالي ال اي سي بتاعتك كانت بفايف. طايمز ال اي دي كلها. اللي انا مسلا هتنقسم لفايف مع القطعة دي ما اسمها اكس مع القطعة دي ما اسمها ايكس. يبقى فيبط. حينز فايف بلاس الاكس. السبب والز ال اي بي طايمز ال اي كلها. ال اي بي بتاعتك هاي الفور. تايمز ال اي كلها. من اول ال اي الحد ال اي ثري مع ثري سيكس مع فور يبقى التن. اهو طيب اخلي بيragenيك شيء اي شوني بي شوني فايف. ووفايف بي باي اكس يبقى ايكس. quêفة ودي فورتين. طيب معدي احضر ولا يحضر هناك تانية. يبقى انت معاك ان ال 5X بتاعتك هكون عبارة عن 40-25. وبالتالي يبقى 5X بتاعتك هتكون عبارة عن 15 يعني ال X في النهاية خالص هتكون عبارة عن 15 over 5 فال X بتاعتك في النهاية هتديك 3 سنتيمتر. ده اللي انا عايز اتكلم عليه. والX اللي احنا فرضنا اصلا لقى بتاع cd يعني معنى كده ان ال cd بتاعتك هتكون عبارة عن 3 سنتيمتر دي طريقة للحال. طيب هنخش مع بعض قبل ما نخش مع بعض على الجزئية دي. انا عايز هنا اقول لك اه يعني مختصر اللي انا قلته هنا حاجة مهمة اهو. لو انا مسلا معايا سير كل كده. اوكي? وفي هنا موجودة هنا. وفي هنا دي جاية تانجنت. ماشي? ودي جاية كده. بتمر في نوطة اوليك ودنيه مسلا اسمها اي ودي دي. وهنا اي. وهنا اف. وهنا ام. ثم عادي برضو جاية كده. وليكن مسلا عند نوطتين. وليكن اسمها دابليو مع وي مسلا. ايه اللي انا باستفاده هنا بقى يا حبيبي قلبي? باستفاد انه اول حاجة اي دي سكوار هتكون عبارة عن الاي. هتكون عبارة عن الاي ام. او او الاي الاول سوري. اي اي تايمز ال اف كلها. ونفس ده بالضبط هيكون ايكوالز ال اي دابليو ملتبلاي. اوكي? نبدي كده شوية. صغر الخط شوية اهو. يبقى احنا اقولنا. انه الاي دي سكوار ايكوالز. الاي اي تايمز ال ا اف كلها. هتكون برضو ايكوالز ال اي دابليو تايمز ال اي واي كلها. كل ده بقى هو ايكوالز اصلا باور ام اف زو بوينت اي. ده مختصر اللي انا انا عايز اقوله هنا. تعال بقى حبيب قلبي اتعامل لو انا معايا اا البوينت بتاعتي موجودة للسيركل. البوينت اللي انا عايز اتكلم عليها ولا يكون مسلا موجودة للسيركل. قاعدة مهمة اول لازم تعرفها. البوينت دي تحديدا هي حاليا موجودة للسيركل اوكي? طيب. لو انا عايز اجيب باور ام اف زو بوينت اي. القانون بتاعي كان بيقول كده. البعد ما بين هذه النقطة والسنتر ماينس الراديوس سكوار. طيب. جميل. دي برضو بحيث ان يبقى معاك ام بلاس الار مرة. ثم ام اي ماينس الار مرة. طيب. على حسب الوضع اللي قدام حضرتك ده. هو القطعة اللي اسمها ام اي دي. لما زود عليها مش هيها هتديك اي سي. اه. نركز بها معاك ده. هو الام اي ده يا مستر. القطعة اللي اسمها ام اي دي. لما شيل منها راديوس. واحد يقول لي اي ده? ماينفعش اصلا يا مستر. ماينفعش اساسا ام اي ده نشيل منه راديوس. لان راديوس اكبر اساسا من القطع دي. زي نظام مثلا لما كنت انت بتقول هو انا ينفع اقول فايف ماينس ات. زمن او لما كنت بتقول لي ماينفعش. ليه? لان ده اصغر من ده. فكنت انت بتقول لي جابه نيجيتف ثري. طيب هنا برضو نفس الموضوع على فكرة. انا لما اقول لك القطع السؤال دي ماينس راديوس كله. فهتديك القطع دي ولكن بالنيجيتف. هتديك القطع اللي اسمها اي بي دي. ولكن بالنيجيتف. يعني هتبقى نيجيتف اي بي. اللي انا استفدت وهينا بقى. ان لما اكون عايز اجيب باور لنقطة معينة موجودة. فانا بشوف الخط. هو دلوقتي مثلا. النقطة بتاعتي. النقطة بتاعتي مثلا هنا اهي. اللي اسمها اي. من ناحية اللي مين في قطع ومن ناحية الشمال في قطع لنحية السيركل. يعني هي نقطة موجودة في مكان معين على الكورد او على ديامتر. بروح ماسك القطعة الصغيرة. القطعة الكبيرة بس لازم يكون في معينة جيتف سواء هنا او هنا مش تفرق يعني. طيب ده اللي انا عايز اوضاهه معيك. بسيط هنا حبيب قلبي. بيقول لك ايه? آآ ده فور وده سيفن. بيقول لك عايز الباور ام اف زا بوينت ايه. طيب. يبقى انا معي ام اي سكوار. ام اي سكوار. ماينس ريديس سكوار. وبعدنا مستر. الام اي بتاعتي. اللي عبارة عن فور. فور سكوار. ماينس ريديس سكوار. لوا سيفن سكوار. فهتديق قيمة بالنجاتف عمتها. واحنا دي اصلا وضحناها لما الباور ام اوزا بوينت ايه بقيمة بالنجاتف. يبقى طبيعي ان البوينت بتاعتك موجودة. انسايد للسيركل. تعال بقى كده عيقل بيه. ناخد الاجزامبل ده. ونشوف مع بعض احنا هنتعامل معاز زي. الاجزامبل اللي قدامنا ده كده. يلا بينا. لا مستر بتاعي بسيفن سنتيمتر. طيب يعني احنا معنا سيركل اشباب. ماشي هنا بتاعها وليكن اسمه ام بتاعها سيفن سنتيمتر في بوينت ال 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 ديستنس اف فايف سنتيمتر سنتر. يعني بيقول لك ان في بوينت بتبعد مسافة فايف سنتيمتر من السنتر. ومدام المسافة دي تحديدا اصغر من ال راديوس فالطبيعي ان النقطة دي لازم تكون للسيركل. فسيء مثلا يا شباب معانا النقطة اللي هي اللي هو بيتكلم عليها دي اللي هي البوينت اللي اسمها ايه? مثلا وليكن هنا مثلا. هايت دي. اهو. ماشي. بيقول لك احنا اه رسمنا بي سي بحيس ان هو بيمر من خلال الموطة ايه? يعني مسلا انا جبت دلوقتي قلم وجيت فيه هنا كرد بحيس ان هو بيعدي على البوينت اللي اسمها ايه? طيب اللي هي بتبعد مسافة فايف سنتيمتر عن السنتر. ماشي. بيقول لك انه اه بحيس هو بيقول لك رسمنا بي سي كورد. فممكن مسلا واحد يكتب لي هنا بي وهنا سي. بس فيه هنا نقطة. بيقول لك الايه بي يعتبر تلت اضعاف من السي. الايه بي تلت اضعاف من السي على حسب انت رسمه ده? طبعا لا. خلاص غير للاتنين دول. اعكس هم لي اقادي البوينت ايه بتاعتك في المكان ده مسلا ورسمنا خط كده بحيس يبقى هنا سي وهنا دي. يبقى فعلا ايه بي قدل ايه سي تلت مرات. فمسلا ممكن نسمي ان الحت دي اسمها اكس وممكن نسمي ان الحت دي اسمها ثري اكس. ماشي. كل ده شيء جميل جدا. اول حاجة مستر انا عايز اللينس بتاع البي سي ده تحديدا بكم? طيب ده هنحسبه ازاي? تعال نشوف هنحسبه ازاي? اول حاجة هيبقى لبي. المفروض انه انا هجيب الباور. انا هجيب ايه? هجيب الباور. يعني اول حاجة دي المفروض ان هي عبارة عن ام ايه سكوار? ماينس الريديس سكوار? طيب. ليه? لا ده قانون طيب الباور ايه الباور ايه الباور ايه بتاعتك? مدام هي موجودة الام ايه اللي هو المسافة بتاعته من اول ام الحد اللي ايه هي فايف سنتيمتر زي ما هو عيل? ماينس السفن سكوار بالشكل اللي قدامك ده كده. وبالتالي يبقى دي تويني فايف ماينس الفورتي ناين. فالطبيعي ان الاجابة هنا. هتديك نيجيتف توني فور اللي هو باور ام اف زا بوينت اي. طيب. واحد يقولها مستر انا مش عايز الباور اصلا. اقول لك تعاليلي. هو مش احنا لسه قانون حالا للوقتي. بيقولك. يعني دي معلومة. انت هتركانها لي على الجانب. انسمعها مثلا نمبر وان. مش فيه معلومة بتقولك لما بيكون معاك فيه بوينت انسايد للسيركل. فانا بروح اخذ هايزين نقطة. والباور بتاع هايزين نقطة. هيكون عبارة عن القطع الصغيرة. طايم القطع الكبيرة اللي موجودة على نفس الخط اللي عن نقطة دي تحديدا. فهتكون عبارة عن ان برضو باور ام اف زا بوينت اي. هتكون عبارة عن الاي سي. طايمز الاي بي. ولكن بالنجيتف. وبالتالي ادي نجيتف الاي سي بتاعتك كتسمها اكس. طايمز الاي بي بتاعتك اللي هي كتسمها ثري اكس. طايم يعني باور ام اف زا طاينت اي با هذا المقدار. قرر لي مسلا دي هسما رقم اتنين او نمبر تو. قرر لي وانو تو ببعض كده. يبقى ده باي ده ايكوال ده. طايم بيبقى انا كده يا مستر. هو اصلا الاتنين دولة طايم بعض بكام? نجيتف باي باي ثري بقى نجيتف ثري. ثم اكس باي اكس اكوال اكس باور دو. ماشي? اكوال مين بقى? اكوال النيجيتف توينفور. ليه يا حبيب قلبي? عشان يا مستر باور ام اف زا بوينت ايه? ليها قانون. اللي هو اللي هو المسافة ما بين النقطة والسنتر. سكوير ماينس رديس سكوير. وقلنا في الحالة دي تحديدة انه هو في حالة انه موجودة. فالنقطة دي بتبقى موجودة على خط معين. سواء الخط ده كان كورد او كان ديامتر. فبيكون فيه جزء اين? جزء من ناحية المين و جزء من ناحية الشمال. بعملهم طايم بعض ويبقى بالنيجيتف. زي ما انا قلت هنا كده دلوقتي. وبالتالي باور ام اف زا بوينت ايكوال حاجة معينة. ودي ايكوال حاجة معينة. اذن الحاجة دي والحاجة دي ايكوال بعض هنا. نجيتف رحت مع نجيتف. يبقى ثري اكس سكوير ايكوال التويني فور. يعني اكس سكوير ايكوال التويني فور اوبر ثري. يعني اكس سكوير ايكوال الايت. يعني الاكس ايكوال الروت بتاع الايت. يعني الاكس في النهاية تو روت تو. طيب. انا هنا عايز البي سي. يعني ايه بي سي? يعني انا عايز بي سي كلها كده. طيب ما يبقى بي سي. اللي عبارة عن فور اكس. ما هي اكس مع ثري اكس يديك البي سي كلها ليه فور اكس. طيب ما يبقى فور ملتبلاي تو روت تو. فهيديك في الاخر ايت روت تو. ده بالنسبة مين للبي سي لو عايزها بالسنتيمتر ايه. طيب. يعني المسافة ما بين وما بين الكورد نفسه. بص احيب القلبي. هو لازم لما انا احسب المسافة لازم تكون مسافة عمودية. يعني انا همسك بص انت عندك نقطة معينة وعندك معين لما اكون عايز اعرف المسافة ما بينهم بنشتغل بربنديكولر. يعني انا باب بعرف المسافة العمودية. فالخط اللي انا عامله ده اولا انا هعمله بربنديكولر. هعمله ايه? هعمله بربنديكولر. طيب من خواص بريب ثري ان لما بيكون معاك خط معين عليكم مسلا هنا اتقابل عند نقطة اسمها دي. من بريب ثري بتقول لك لما بيكون معاك خط بربنديكولر و باسنج ثلو سنتر ووفي سيركل فكان بيعمل لك باي سيكت للكورد. ماشي? فهيصبح ايه بقى? هيصبح ان القطعة اللي اسمها سي دي. نفس القطعة اللي اسمها دي بي. ده اللي انا عايز اشتغل عليه يعني. طيب احنا نعمل حركة حلوة يا مستر. ايه الحركة دي? انا اول حاجة هشتغل على power m of the point d اللي انا عاملها. المفروض ان هي لقى قانونين برضو يا مستر. ايه هما القانونين? ان المسافة ما بين النقطة دي والم ان المسافة ما بين هذين النقطة والم سكوار ماينس راديوس سكوار. ماشي. طيب. ال power m of the point d انت عارفها? لا. طيب ال radius انت عارفه اه. طيب ال d تحديدا اركنها لي دلوقتي. يعني كل ده كده اركنه لي دلوقتي. اهو. يعني انت معك. كل ده كده هيقلبي اهو. احنا هنركنه دلوقتي ونحطه هنا. او هنحطه فين? هنا يا سيدي. هنجيبه كمان شوية. القانون ده هنجيبه كمان شوية. اللي هو اللي بنفسي جدا. طيب انا معي برضو اه دي او power m of the point d. اوكي? كانت ايكوال مدام هي على خطه موجودة فالقطع دون دول تايم بعض بالنجيتف. اللي هو اه دي. ها ركز معي. ال d c times db. ولكن بال ايه بالنجيتف. زي ما احنا كتبين كده. خلي بالك هو كده كده بيقسم لك الكورد ده اللي قطعتين زي بعض دي من بريب ثري. يعني مدام امي دي نازل على كورده معين. يبقى عملي باي سيكتي لي. احنا كنا متفقين ان البي سي كله بايت روتو. فيقسمه اللي فور روتو وفور روتو. يبقى نجيتف فور روتو تايمز فور روتو. يبقى نجيتف ثيرتي تو. ده بنسبة المين لباور ام اف زو بوينت دي. تعال بقى جيب لي القانون ده كده. هنا عامل ان انا هشيل دي وحط مكانها القمة بتاعتها اللي هي عبارة عن نجيتف ثيرتي تو. ايكوالز. ال dm سكوير اللي هي خلي بالك دي اصلا اللي انا عايزها. ماينس ال ريديوس سكوير. ال ريديوس بتاعك اللي هو كان كام? كان عبارة عن سيفن سكوير. اهو. ماشي. هكمل هنا يا شباب. هكمل هنا هطلع هنا. يبقى انت معيك نجيتف ثيرتي تو ايكوالز. دي ام سكوير. ماينس السيفن السكوير اللي هي فورتي ناين. طبع دي هتروح هنا على التانية. يبقى هتروح بالفورتي ناين بالبلس ماينس الثيرتي تو. هيروح مدياك الدي ام سكوير. طيب دي كده هتديك سيفن ودي اون. اكوال الدي ام سكوير. طبع الروح بالروت. خلاص. يبقى في الاخر خالص. الدي ام بتاعتك هيكون عبارة عن سكوير روت ليل سيفن تين. بس كده. يبقى ده ديستانس اصلا ده المسافة. او يبقى نامبر تول اجابة بتاعتها روت سيفن تين. ونركز فيه لان هو من ضمن الاسألة المهمة يعني. بيقولي. يعني دلوقتي. متقطعين مع بعض. بالشكل اللي انت هتشوفو دلوقتي. سيركل هنا كده. مع سيركل هنا كده. هما الاتنين اتقابلوا في دي والبوينت دي. دي وعلتاكن اسمها ايه والبوينت دي وعلتاكن اسمها بي. السيركل الاولانية اسمها ام والسيركل التانية اسمها ان. ماشي. بيقولك ان هنا في نقطة مهمة جدا. السي بيلونج للبي ايه ري. يعني البي ايه ده هنطلع منه كده خط ري بحيس ان هو هيعمل هنا من فوق اسمها سي. من فوق هنا اسمها سي. بحيس ان لو انا جيت رسمتي سي دي هيبقى مع الوينت ام في دي و اي لو جيت رسمت الوينت دي كده. بحيس ان هو يعمل مع السيركل اللي اسمها ام في بوينت اسمها دي و في بوينت اسمها اي. زي ما هو قال. بحيس ان الخط بتاع السي دي ده كده هيكون عبارة عن سنتيميتر. وهيكون الخط ده كده اللي هو الخط اللي جوه السيركل عبارة عن سبن سنتيميتر. طيب. بيقول لي هنا درو سي اف يعني هينزل من ال سي ا ا ا ا ري محين بحيس ان هو تاتش يعني تانجنت للسيركل الان عند بوينت اسمها اف. هنا نزلنا تانجنت بهذا الشكل بحيس ان هو هيلمس ال بوينت او السيركل التانية عند بوينت هنا اسمها اف. طيب جميل جدا دي الرسمة بتاعتي عايز مني ايه بقى. بيقول لي يعني يا مستر الوضع ده أولا أنت لما تيجي بص على هلاقيك الـ أنه أنا و أنا عايز أجيب باور باور M of the point A يعني أنا عايز أعرف الباور بتاع الـ M بالنسبة للـ هو مش أولا الـ على الـ نفسها يعني بتقع على السيركل بتقع بسعيتها و أنا مغمّد كانت على الجانب الآخر لو أنا عايز أجيب خلي بالك باور M of the point A عايز أجيب الباور A بالنسبة للـ برضو هكتشف أن هي زيرو لأن هي برضو بتقع على السيركل بتاعت الـ N إذا أنا هكتشف أن هما الاتنين مع بعض بزيرو كده بالصلاة وعلى النبي طيب هجيب إيه تاني أو هكتشف إيه تاني يبقى دلوقتي في الوضع ده هكتشف يعني نفس الوضع بالنسبة للـ point B هكتشف أن الباور M بالنسبة للـ point B هتكون برضو بزيرو اللي هي بتقع على السيركل وبرضو اللي هي بزيرو وبرضو باور N بالنسبة للـ point B هكتشف برضو إن الإجابة بتاعتي بزيرو إيه ده؟ مدام أنت بقى اكتشفت الوضع ده هكتشف بقى إن اللاين أو زا ري اللي اسمه إيه بي ده بيسمى principle بيسمى إيه؟ principle axis اللي هو خط قاطع يعني أو خط مشترك وهنا بيقول لك وكده كده الـ C كانت تبع الـ straight line ده صح؟ ونقول له since إن الـ C كانت بتبقى lies on الـ straight line اللي اسمه AB يبقى ساعتها برضو هكتشف إن الـ C lies on the principle of x axis أو sorry of axis of AB خلاص يبقى الجزء الأول ده مفقوش مشكلة سهل جدا بيقول لك إن إنت لما يكون عندك two points الـ point بتاعت الـ A الباور بتاحها بالنسبة للـ point M والباور بتاحها بالنسبة للـ point N لقيتهم إن هم زي بعض نفس الكلام الباور بتاع الـ B لقيت إن هو بالنسبة للـ M وبالنسبة للـ N زي بعض يبقى الخط اللي بيصل ما بينهم بيسمى principle axis مش تعال نشوف الجزء التاني بيقول لنا إيه؟ طيب الجزء التاني هنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي لو أنت عندك الخط اللي اسمه AB اللي هو الخط ده كده اللي أنا ظللته وتققلته باللون الاسود هو قال لك إن هو بتن حتلي اللينس بتاع الـ AC طيب لو أنت هتتعامل حدثنا نتعامل مع السيركل بتاعة الـ M عشان هي فيها two lenses معلومين يعني هو مش أنت لو أنت عايز تجيب power M بالنسبة للـ point C مش هي تتجاب عن طريق الـ DC أو CD time الـ CE كلها لسه شحنا من شوي يبقى equal LCD time الـ CE كلها على بعض فبالتالي الـ CD كانت بـ 9 والـ CE كلها يعبارها عن 9 plus 7 يبقى equal 6 يبقى 9 by 6 الكليتر هتدينا 144 سنتيميتر طب ما هو مش أنت برضو عندك إن الـ BM of the point C مش هي equal على الجانب الآخر في نفس السيركل برضو اللي هي M مش هي equal AC أو CA time الـ CB كلها يبقى equal الـ CA time الـ CB كلها على بعض أه طيب مش هي احنا جبناها بـ 144 خلاص يبقى هتنزل هنا 144 equal الـ CA أنا معرفاش أصلا خلاص يبقى هتنزل الـ CA لأن أنا عايزها بيقولك find AC أو CL يا أنا عايزها أصلا مش الـ CB بقى يا باشا كلها على بعض كده مش هي عبارة عن CA plus الـ AB والـ AB أصلا كانت عندك بتن خلاص يبقى أنا هقوله هنا كده CA plus 10 أصبح عندي ما عنديش غير مجبول واحد بس الـ CA دي هتتعمل time مع الأول أو time مع التانية يبقى معنى كده أن 144 equal CA times CA يبقى equal CA power 2 وCA times 10 يبقى equal يبقى plus 10 AC أو CA طيب وبعد كده هعمل إيه؟ وبعد كده هدخل الـ 144 هدخلها جوه عشان تبقى equation معينة أعرف أعمل لها يبقى معنى كده يبقى معنى كده plus 10 AC ودي كده هتبقى minus 144 الكلام ده كده في الآخر هيكون equal A هيكون equal zero طبعا دي كده بتتعمل بس أنا مش هدخل وقت في الامتحان عشان نعمل بالمنظر ده إحنا خلاص معنا كالكلتر يبقى نقوله هنا كده مود مود مهم ان احنا نوصل مود ثري انت عندك في الكالكولياتور هتقول مود ثري فايف ماشي هيظلك كده AX power 2 plus BX plus C هتضغط عليه عشان دي الـ اللي احنا بنعملها فاكترايز الايه ده معنى اللي هو جنب بس أنا اسمعها CA power 2 يعني اللي هو يبقى one equal دي اللي هو ابسليد ترم بتاع الاكس او اللي هو هنا ايه سي يبقى هنا تاني يبقى نقول له تاني equal واخيرا اللي هو الابسليد ترم اللي هو نيجيتف وان هندرد فورتي فور هيطلع لك يعمل اكس بات يعمل اكس بنجدف اتين طبعا انا هرفض لاني مفيش لنسب النجدف يبقى ساعتها CA في هزي الحالة هيكون عبارة عن كام عن ايت سنتيمتر بالكالكولياتور طيب هنا بقى بيقول لي ان انا عايز CF طيب هوا بصوا بقى بي شوية مش انت دلوقتي هنكتشف او هنعرف ان الباور بتاع باور M بالنسبة للبوينت سي هيكون هو هو باور N بالنسبة للبوينت سي لان انا خلاص ثبتت ان هما اكسز فبالتالي الباور بتاعنا احنا احنا قلناه جبناء لو هو وان هندرد فورتي فور يبقى نقوله وان هندرد فورتي فور هيكون ايه كان في رول بيقول كان ايكوال السي اف سكوير اللي كان متابع معي الشرح اللي فات هيكون ايكوال السي اف سكوير انا عايز سي اف خلاص يبقى السي اف هيكون ايكوال روت وان هندرد فورتي فور يبقى اللي جيلة بتاعتي هتدينها يبقى ده اللي انا عايزه في السؤال بتاعي طيب نيجي الاخر حتة معانا في المنهج عمطن والحتة دي كانت بتعتمد اعتماد كامل على بريب ثري يعني اللي كان شطر في بريب ثري اعرف في حل دي ويفهمها كويس قوي طبعا انتم مش فاكرين انتم كانتوا امبالح فانا هفكركم انا بكتبقى اقول ايه في السنين اللي فاتت لو انت عندك او بيعملوا بيعملوا داخل السيركل بحيث ان هما مسلا هيتقابلوا عند البوينت دي كده انا هكتشف لو انا عايز اجيب الانجل اللي من بره دي كده اللي اسمها اي سي اي كانت بتجيب عن طريق هاف ميجر اوف اارك ميجر اوف اارك اي سي بلاس ميجر اوف اارك اللي هو اسمه بي دي بعملهم هما الاتنين بلاس وبعملهم هاف في الاخر اجزامبل مسلا بسيط لو انت عندك الميجر في نفس السيركل دي الميجر بتاعت الارك اي سي بففتي ولو انا عايز الانجل اللي اسمها اي اي سي هتجيب عن طريق هاف البلاس بتاعهم اللي هو ده مع ده اللي هما التقال اللي انا عمليهم دول لو انا بقى هنا عندي انجل من بره خالص بهذا الشكل وعندي الارك اللي اقصدها ده كده اللي هو الصغير والارك اللي هو الكبير اللي بعيد عنها كده هعمل الارك الكبير مينس الارك الصغير وهعمله برضو في الاخر كفانة؟ يعني انت لو انت عندك الارك الكبير الانجل بتاعته او الميجر بتاعت الارك الصغير اللي هي اسمها بي دي وانا عايز الانجل اللي هي اسمها ايه يبقى ميجر في انجل ايه كوال الارك الكبير مينس الارك الصغير تعال ناخد بسيط على الوضع ده بيقول لي هنا بس هي مش جاية صريحة شوية يعني جاية لفة شوية اولا انا اجيب لك الاكس هنا هتقول لي يا مستر ومش حضرتك قلت لي لازم يكون الارك ان انت بتتعمل مع الارك الصغير اللي من هنا والارك الكبير اللي من هنا طب دول انا اصلا اصلا يا مستر مش عارفه طب ما في معلومة عندك بتقول لك ان جميع الارك كده بتوعي السيركل بثري هندرد سكستي يبقى انا دلوقتي هقول له ان بي سي بلاس بلاس ميجر اوف ذا ارك اللي هو اسمه اي دي دول ممكن يجابوا عن طريق ثري هندرد سكستي مينس سيفنتي بلاس وان هندرد فورتي يعني لو قلت ثري هندرد سكستي مينس الاتنين دول هيدينا الاتنين دول فبالتالي الاجابة هنا هنشوفها بكل كليتر هيدينا كم ثري هندرد ثري هندرد سكستي مينس نفتح سيفنتي بلاس وان هندرد فورتي فبالتالي الاجابة بتاعتي ادتنا في الاخر وان هندرد ففتي طيب يبقى اللي اتنين مع بعض بوان هندرد ففتي طيب أنا دلوقتي عايز اللي هي اسمها او بمعنى اصحة اكس ما اسماش انجل معينة اكس دي كانت بتجابها وكنا بنفتح كده 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 خلاص واجبناهم اللي هو كان بوان هندرد ففتي فبالتالي الاجابة هتدينها طيب سؤال اللي بعده بيديني شكل في الامتحان بالمنظر ده وبيقول لي هاتلي الاكس دي بك طيب انت عندك الانجل دي من برة فبالتالي انت هتطبق الرول اللي كان بيقولك انه هتتجاب عن طريق حانات الموضوع في الانجل دي من الانجل هاتلي هنا اصلا بيقول لي اننا ا 911 ويقولك انو الاكس ديامتر علامة بيدي بثري اكس طيب هنا معلومة مهمة جدا بقى. هو مش ده ديامتر? او يا مستر. يبقى الارك بتاع البي سي مع الارك بتاع بي دي كل ده بيعمل لي هاف سيركل. ما هو هاف سيركل يبقى 180. يبقى في معلومة مهمة جدا بتقولك قبل ما اطبق الرول يعني. من فوق خالص كده نكتبها. ان الميجر بتاعة الارك بي سي. لما اجي عمل عليها بلاس مع ميجر اوف زا ارك بي دي. اللي اتنين دول كده مع بعض دي كده معلومة مهمة قاوية هستخدمها دلوقتي. طيب ويه? عندك ميجر اوف انجل ايه? لما تيجي تطبق بقى ميجر اوف انجل ايه? ايه بثيرتي هناك ايه? ثيرتي ايكوال هاف آآ ميجر اوف انجل بي آآ ميجر اوف اارك بي دي ماينس ميجر اوف اارك بي سي. طب بقى مش الهاف ده. مش الهاف ده كده. ممكن تتخلص منه يروح هنا عالتانية. اه. مش ممكن اعمل هنا باي تو باي تو اه. يبقى دي سكستي ايكوال ميجر اوف زا ارك بي دي ماينس ميجر اوف زا ارك بي سي. طيب. دي كانت نمبر وان ودي كانت نمبر تو. هو مش فروم وان وتو لو جيت عملت الاتنين دول مع بعض يعني. مش هيتحطوا تحت بعض. بحيس لو انا جيت هنا قلت باي ايدنج. وان وتو. مش مينس بي سي مينس ارك بي سي هيروح مع ارك بي سي اه. هيبقى لي ميجر اوف ارك بي دي مع ميجر اوف ارك بي دي. يبقى تو ميجر اوف بي دي. هيدونا وان هندرد ايتي بلاس سيكستي. يبقى الاجابة طب يبقى معنى كده ان هيكون اللي هو اه يبقى اه ميجر اوف ارك بي دي هيكون عبارة عن فيدينا وان هندرد تويني وان هندرد تويني خلاص يبقى انا امسح ده كله كده واللي انا اكتشفتو ان هيكون عبارة عن ايه? عن وان هندرد تويني دي جري. طب هو بيقولك ان هم اصلا بثري اكس يعني معنى كده ثري اكس ايكوال وان هندرد تويني يبقى لي اكس وان هندرد تويني اوفر ثري. يبقى بتاعتك في الاخر خالص هكوم فورتي دي جري. كمان مديني هنا اه سؤال بالوضع اللي قدامنا ده كده? وبيقولي ايه? بيقولي اولا انا هاتلي اكس وهاتلي واي. طب هو اكس ممكن تتجاب عادي جدا. لان انت عندك الارك ميجر اوف ارك بي سي كله كده. بلاس ميجر اوف الارك اللي هناك اللي هو اسمه بي سي كله على بعض. كده اصلا هو يعمل لي ثيركل. يبقى الاتنين مع بعض بثري هندرد سكستين. الميجر بتاع الارك بي سي بوان هندرد فورتي نازل ما كانها. ميجر اوف ارك بي سي هي عبارة عن تري اكس بلاس تن. كلام ده كده كده كام بثري هندرد يبقى يبقى بتاعتي في الاخر خالص طب مبروك عليك يا عم كده احنا جبنا الاكس عاتلي بقى احنا خلاص لما احنا عرفنا ان الاكس بتاعتك طب يبقى ده كله ممكن اعرف جيبه ان هو اللي هو يبقى يبقى بتاع يبقى اقوله كده كله على بعضه كده انا عايز مين بقى عايز والي دي كانت بتجاب كانت بتجاب الارك الكبير مينس الارك الصغير اللي هو مينس 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 الصغير اللي هو اسمه بي سي اللي هو الارك الصغير يعني فبالتالي يبقى هنا انا هقول له هاف الكبير اللي هو احنا جبناه خلاص اللي هو كان مينس الصغير اللي هو كان بوان هنرد فورتي وهنشوف الاجابة تطلع زي ما تطلع في الاخر. تعالوا بقى يا شباب نربط القوانين كلها في الجزئي دي لاني دي يعتبر اهم جزئي اصلي. انا في حالة زي ما نقود دي انا وضحتها من شوية. في حالة عندي وفينا وفينا خط وفينا خط عمل انترسيكت في عملي كورد هنا مثلا. فاركز معي. اول حاجة اي دي سكوار اللي هي دي كده. ايكوال ال اي بي داش تايم ال اي سي داش كلها. ايكوال برضو ال اي بي تايم ال اي سي كلها. ايكوال برضو ال باور افزا بوينت اي تحديدا. طيب لو انا معي اا بوينت فينا تو كوردز. ماشي اا 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 او فينا بوينت موجودة انسايد للسيركل. فالبوينت دي بي مر من خلالها ديامتر وبي مر وبي مر من خلالها كوردز. فالباور اي اا 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 باور ام افزا بوينت اي من خلال ال بي سي مسلا الكبير ده هتبقى نيجاتيف والاتنين دول تايم بعض. طيب بالنسبة للديامتر هتبقى برضو نيجاتيف والقطعة دي تايم القطعة دي كلها برضو تايم بعض. ده اللي انا عايز اوضحه في الاتنين دول انه هم مهمين جدا معنا. بكده يا شباب نكون خلصنا اا حلقة النهاردة اتمنى ان كل الناس تكون فاهمت حلقتنا النهاردة كويس جدا وان شاء الله يكون فيه بارت تو لدرس ده بازن الله هيتقال على المنصة زي ما احنا متعودين. كل يتوفيلكم يا شباب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.